الوحدة الخامسة النماذج الإدارية administrative model طبعا هذه الوحدة من الوحدات المهمة نتناول فيها الفصل الأول النماذج الإدارية administrative model طبعا هناك العديد من الموضوعات تحت الفصل الأول منها تعريف النماذج أهمية النماذج أهداف النماذج أهم المعويقات المرتبطة من النماذج وأخيرا أنواع النماذج قبل التعريج على الموضوع الأول تعريف النماذج نعطي فكرة سريعة عن النماذج ما هي النماذج أهمية النماذج أين تكون النماذج ما هي صفات النماذج وهل تعتبر وسيلة من وسائل الاتصال طبعا تعتبر النماذج أحد وسائل الاتصال في نقل وتبادل المعلومات والأفكار والبيانات وهيادة الاستخدام الشاع في المنظمات الإدارية في وقتنا الحالي وفي الحاضر كما تعتبر أداة فعالة في إنجاز الأعمال في الإدارات والمستوى الإدارية مختلفة وفي المؤسسات الحكومية والتجارية الخاصة منها والعامة فالنماذج بما تحتويه من معلومات وبيانات تساهم مساهمة كبيرة في رفع مستوى الكفاءة الإدارية وفي تبسيط الإجراءات إذن هذه من أهمية النماذج أنها تساعد في رفع الكفاءة تصبح المنظمة قادرة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وأيضا تساعد في تبسيط الإجراءات تصبح الإجراءات والأعمال أكثر سهولة مما يسهل عملية اتخاذ القرار هذا يساعد في اتخاذ القرار الجيد ويصبح عملية اتخاذ القرار أسهل وتصبح أكثر فاعلية ويمكن اتخاذ القرار في الوقت المناسب طبعا ازداد استخدام النماذج بشكل كبير فكل إدارة تستخدم عدد معين من النماذج وبعض الإدارات تستخدم نماذج غير معدودة طبعا تزداد هذه النماذج بازدياد حجم المنظمات حجم العمالة اليومية التي تكون بها المنظمات فالنماذج اليوم أصبحت من الصفات البارزة التي تتصف بها العنظمة الإدارية في جميع القطاعات وجميع المستويات واستخدامها بطريقة صحيحة وسليمة له مردود إيجابي له صفة إيجابية جيدة على مستوى العمل ورفع كفاءة العاملين هي تسهل العمال ترفع من كفاءة العاملين وبالتالي تساعد على تحقيق أهداف المنظمة كما أن استخدامها بطريقة غير صحيحة له نتائج سلبية عكسية تؤدي إلى تعقيد الإجراءات تعطين العمل هدر الوقت وبالتالي ينعكس ذلك على أهداف المنظمة وانخفض الكفاءة الإدارية يعني يصبح تحقيق الهدف بكفاءة وفاعلية صعب المنال طبعا نحن نعلم ما هي الكفاءة والفاعلية يعني تحقيق الهدف بأقل وقت أقل جهد أقل تكاليف أعلى جودة ممكنة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة هذه النماذج تساعد في ذلك في تحقيق الهدف بكفاءة وفاعلية لننتقل إلى الموضوع الأول لتعريف النماذج طبعا ما دام النماذج هناك عدة تعريفات لا يوجد تعريف واحد للنماذج نذكر من هذه التعريفات أهمها طبعا بشكل سريع عرفت النماذج بتعريف مختلفة متعددة من أهمها تعريف أريسون وغراند والذي ينص على أن النموذج عبارة عن مطبوع أو أنه ورقة مطبوعة سواء على الآلة الكاتبة أو مطبوعة أو مخططة أو مكتوبة بواسطة اليد وتحتوي على معلومات ثابتة ومحددة وبها مسافات فارغة لتعبئة معلومات أخرى عليها هذا تعريف له إيرسون أند جراند طبعا في كتاب هندبوك أوف اندستريال انجينيرينج بيج فور سيكس تو هناك تعريف آخر للنماذج يقال بأن النماذج هي عبارة عن هذا شكل النماذج قطعة من الورق اللي هي ورق معينة A4 A3 إلى آخره يطبع عليها بيانات ثابتة فيها بيانات ثابتة مع ترك فراغات للبيانات المتغيرة إذن هناك نوعين من البيانات اللي هي Fixed Data and Variable Data هناك نوعين من البيانات اللي هي Fixed الثابتة تسمى هذه Fixed وهذه متغيرة Vyrabil Data طبعا الثابتة ثابتة المتغيرة تحتاج إلى تعبئ هناك أيضا في مصطلحات المنظمة العربية للعلوم الإدارية عرفت النماذج كالتالي النماذج هي أشكال مطبوعة عليها وحدات بيانات ثابتة بينما تترك البيانات المتغيرة لكتاباتها بصورة مختلفة قد تختلف المتغيرات أو الكتابة الثابتة أو البيانات المتغيرة تختلف من شخص إلى آخر من منظمة إلى أخرى طبعا من التعريفات السابقة نلاحظ أنه هناك أيش النماذج به بيانات ثابتة هذه تعتبر بيانات ثابتة وهنا بيانات متغيرة إذن هذه فكسد هذه فكسد هذه فكسد هذه كلها فارابل طبعا هذه فكسد إذن هناك نوعين من البيانات ثابتة وبيانات متغيرة بعض النماذج تستخدم في المنظمات العامة والخاصة نذكر منها مثل الإيصالات البطاقات الدفاتر التقارير شهادات الميلاد تذاكر السفر وثائق الزواج الاستمارات طبعا كل هذه تعتبر من النماذج تعتبر من النماذج